موسيقى السيسي يترأس اجتماع مجلس الامن القومي لاستعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة الاتحاد الاوروبي يدعو اطراف الصراع الليبي للموافقة على وقف اطلاق النار وسحب القوات الاجنبية وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 413 الف حالة وزعماء الاتحاد الاوروبي يدعونا لمزيد من التعاون للتعامل مع اي وباء مستقبلا العشرة صباحا بتوقيت القاهرة موعد ناشرة اخبارية جديدة من النيل اهلا بكم صباح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بان الرئيس عبدالفتاح السيسي ارسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البورندي بير نكرون فيزا وفي نصها بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي الى الشعب البورندي الشقيق ولكفة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس الذي كان زعيما وطنيا قدم الكثير الى شعبه وبلاده وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية والنهوض بالعمل الافريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الامن القومي حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملاف سد النهضة وصدر عن الاجتماع بيان بشأن سد النهضة طلب بتحديد اطار زمني محكم لاجراء المفاوضات والانتهاء منها عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتماعا مع مجلس الامن القومي حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملاف سد النهضة وقد صدر عن الاجتماع ان جمهورية مصر العربية طلقت الدعوة الصادرة من وزير الرئيس السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم التاسع من يونيو 2020 واذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر واثيوبيا والسودان فانها ترى ان هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد ثلاثة اسابيع منذ اطلاقها وهو الامر الذي يحتم تحديد اطار زمني محكم لاجراء المفاوضات والانتهاء منها وذلك منعا لان تصبح اداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة باعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015 ومن جهة اخرى فمن الاهمية التنويه الى ان هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي اعادت فيه السلطات الاثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق وهو الامر الذي يتنافى مع التزامات اثيوبيا القانونية الواردة باعلان المبادئ ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل اليها ورغم ما تقدم فان مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من اجل استكشاف مدى توفر الارادة السياسية للتوصل الى اتفاق وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الرأي السوداني استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي استعرض الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مع وزير الدولة للإعلام وسمى هيكل آليات معالجة الإعلام المصري لأزمة انتشار فيروس كورونا والجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين عن الفيروس وطرق التعامل معه وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي على الضور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الحقيقي في حياة الشعوب وتقدم الأمم لافتا إلى أن أوقات الأزمات تتطلب إعلاما قويا قادرا على نشر الوعي وضحل الشائعات وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية في كافة الأحداث والفعاليات وهو ما مكنها من شرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح سواء للإعلام المحلي أو العالمية أعلنت وزارة الصحة خروج أربعمائة وأحد عشر من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزلة وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى تسعة ألاف وسبعمائة وست وثمانين حالة وضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح أحد عشر ألفا وإحدى وسبعين حالة وأضاف أنه تم تسجيل ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس لافتا إلى وفاة خمس وثلاثين حالة جديدة دعا وزير خارجية للتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفاعلية في مفاوضات السلام ودعا بوريل في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أطراف الصراع الليبي إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار وسحب القوات الأمن الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكرية أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا عن تغديم الفلسطينيين لللجنة الربعية اختراحا مضادا للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لن نسمح بأن تتجه الأمور نحو الفوضى تحت إياه ظروف لذا أعتقد أن الرمض الدولي للضمن والإجراءات الإسرائيلية والوجه الآخر من العملة هو دعم الفلسطينيين في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامية ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعا على مساوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وذلك للوقوف على آخر تطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسة وقال المالكي أن الاجتماع سيؤقد للخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية بما فيها خطة الضم ومن أجل تويير السلة مباشرة وتحذيرية إلى إسرائيل في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية والسياسية والديبلوماسية لذلك أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي وفيما تجاوزت في الإصابات أكثر من 7 ملايين و323 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 11751 وفاة من أصل 1.974 ألف إصابة وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بتسجيلها أكثر من 40 ألف وفاة من أصل 290 ألف إصابة تليها البرازيل بأكثر من 38 ألف وفاة ونحو 739 ألف إصابة أفادت مصادر حكومية بأن ألمانيا تعتزم تمديد تحذيراتها للسفر للدول غير الأوروبية حتى 31 من أغسطس المقبل مشددة بعدم استقبال أي سفن سياحية بسبب المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا يتيه هذا فيما أظهرت بيانات معد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم تسجيل 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 184 ألف حالة كما أشرت بيانات إلى أن عدد حالات الوفاء الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاء 8729 وفاء هذا وقد طلب زعماء ست دول أوروبية بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والمصاشر الألماني أنجلا ميركل طلبوا الاتحاد الأوروبي بدراسة سبل التعامل والتعاول مع أي وباء في المستقبل معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع فيروس كورونا وصلت القادة الأوروبيون في رسالة مشتركة الضوء على النقص في المعدات الطبية الذي عانت منه دول الاتحاد وطلبوا بتنصيق أفضل أو بتنصيق أفضل بشأن البحوث وتطوير اللقاحات على وقع جائحة كورونا دعا زعماء ست دول في الاتحاد الأوروبي إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة تكتل على الماضي الطويل في مواجهة أزمات الصحة العامة في ورقة مشتركة أرسلت إلى رئيسة المفوضي الأوروبي أرسولا فوندير أيد زعماء الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج وفي الوثيقة قال الزعماء إن تطوير استراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون ذات فاعلية أكبر من أن تحاول كل دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها وهذه المقترحات ضمنت إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات أيضا أكدت الوراقة على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة نطاقة وإنشاء منصة استعداد من شأنها أن تقلل من المخاطر بنسبة لشركات في تطوير اللقاحات من خلال ضمان إقبال الجمهور على الشراء وضمن ما جاء في الورقة التي دعت كذلك إلى المراقبة وتحليل المشترك لاستراتيجيات الفحص المختلفة أنه بالإمكان نشر نتائج الأبحاث على منصة أوروبية مخصصة لفيروس كورونا وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وبريطانيا نحو مليون واربعمائة ألف حالة إصابة بفيروس كورونا أو ما يعادل نحو خمس الإجمالية العالمية وفي ضروة الأزمة لجأت دول كثيرة في الاتحاد إلى تدابير حمائية لتضع حواجزة تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ضروتها من حيث مستوى الإصابات وصفة تعامل الحكومة المكسيكية مع الأزمة بالإيجابية في الوقت نفسه كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 4199 حالة إصابة جديدة بالفيروس و596 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 124 ألفاً والوفيات إلى ما يزيد عن 14 ألف حالة فيما تقول الحكومة أن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1272 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال ساعة الأربع والعشرين الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا جائحة كوفيد-19 إلى أكثر من 38 ألف وفاة وقالت الوزارة إن الجائحة حصدت في البرازيل أرواح 38406 أشخاص فيما بلغت الإصابات بالفيروس أكثر من 739 ألف مصاب وذلك في ثاني أعلى حصيلة إصابات تسجلها دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وضفت أن عدد الإصابات التي سجلت خلال 24 ساعة بلغت نحو 32 ألف إصابات توصل الشركة الوطنية جهدها في متابعة سير العمل في مشروع الكطر الكهربائي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل رمضان المطاني رمضان إذن كيف هو العمل الذي يجري على قدم وصاق في هذا المشروع نعم شعبان نحن متواجدون الآن بطريق السويس وهي إحدى الطرق التي سوف يمر بها القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان لمتابعة مستوى الإنجاز في هذا المشروع القومي الذي يعتبر علامة مضيئة ضمن مشاريع النقل والمواصلات في مختلف المشروعات التي تقوم عليها الدولة المصرية وفي الزكرة السادسة لتولي الرئيس عبد فتاح سيسي حكم البلاد نلقي الضوء على العديد من المشاريع القومية ومنها القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة القاهرة القبرى بالعديد من المدن الجديدة دعني شعبان نلقي على تفاصيل أكثر مع المهندس شريف فاروق من الهيئة القومية لمترو الأنفاق برحب بك وشمال على الصلاة محضرتك المكان اللي احنا متواجدين فيه إحدى المحطات اللي هيمر بيها القطار الكهربائي عايزين نعرف القطار الكهربائي همر بكم محطة وهيربط القطار الكهربائي 13 محطة بيبتني محطة عدل منصور ده اللي هو هيربط مع الخط الثالث المترو الأنفاق وينتهى بالعاصمة الإدرياء الثانين وفيه اللي هو في المستقبل ممكن يزيد عدل المحطات اللي هو يصل للكرية الولمبية إن شاء الله نتكلم على طول المسيرة بالنسبة لقطار الكهربائي وطوله 70 كيلو 70 كيلو هيمشي بسرعة 80 كيلو في الساعة تقريبا من المتوقع عدد الركاب كامل اللي هيكل لها ممكن 350 ألف في اليوم مثلا على حسب الموضن الجديد وبالنسبة لخطة الموضوع التوقيت لانتهاء من الكتار الكهربائي احنا ماشيين تبعا للجادة والزمني وإن شاء الله هنخلص في البيادة والزمني المشروع وردئتين 24 ساعة فإن شاء الله هنخلص في البيادة والزمني في المشروع شكرا كبكا معي مهندس شريف ونتحول إلى ضيفي ثاني المهندس عمر الطنبولي براحب بيك فانا اهلا بحاجة فانا لو تكلمنا عن مستوى الإنجاز ممكن أحد الكبار المتواجدة وهو كبري طريق السويسي اللي هيمر فوقه القطار الكهربائي عزينا عرق نسبة الإنجاز قد إيه في المستوى كمان المحططة بسمنا الرحمن الرحيم هو الكبري هنا طوله حوالي 1150 متر نسبة الإنجاز دلوقتي تخطط الخمسين في المائة من الشغل الأعمال المدنية هو بيتكون من 39 محور وحائطين والحمد لله نسبة المشروعين دلوقتي تبقى الخطة الموضوع والبرنامج الزمني وتكلمنا عن في ظل جائحة كورونا لم تتوقف الأعمال الإجراءات اللي بتاخدوها إيه الحفاظ على العاملين وعشان كمان مواصلة العمل الحمد لله إحنا يعني الإجراءات ماشية إن إحنا يوميا إن الشغل 24 ساعة بنعمل تعقيم دوري للموقع كل عامل ومهندس طبعا بيجي الموقع الصبح بيستلم الكمامة والجوانتيات للشغل في الموقع وفيه تعقيم دوري للموقع وده يعني أي حد برضو وكشف طبعا درجات الحرارة لما بيوصلوا وأول ما بيبقى فيه مشكلة لأي حد بنتاخد الإجراءات الطبية اللازمة اللي موجودة ويعني الحمد لله ربنا سأطير الحمد لله لن فيش مشاكل معانا لغاية ذات الحمد لله بالنسبة للمدة الزمنية الخاصة بالكبرى معدلات التنفيذ يعني متساوية مع الخطة الموضوعة أه الحمد لله ربنامينا نعتبر نعمشي مع الخطة الموضوعة وإن شاء الله نخلص في البرنامج الزمن المشروع بإذن الله شكرك مهندس عمر طنبولي من إحدى شركات الإنشاء الوطنية التي تعمل في مشروع الكطار الكهربائي ممكن كما تبعنا على أرض الواقع وصورة حية لكبر السويس الذي سوف يمر عليها الكطار الكهربائي مرورا بالعاصمة الإدارية واثنتين عشر محطة لربط المدن الكبيرة والجديدة بيئة القاهرة الكبرى إلى عودة إلى الزملاء بالستوديو لك شعبان شكرا للزميل رمضان المطعني وأيضا شكرا موصول إلى ضيفيك الكريمين وفق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين الجنرال شارلز براوين جونيور رئيسا لأركان سلاح الجو ليصبح بذلك أول ضبط أسود في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلحة الستة في وقت يشهد فيه هذا البلد جدلا واسعا حول التمييز العنصرية وصوط مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل لا شيء على تثبيت الجنرال براوين في هذا المنصب فيما تتواصل الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها بسبب وفاة الأمريكي جورج فلويد من ذوي البشرة الصمراء اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مدينة مينابوليس من جانبه صارع الرئيس دونالد ترامب إلى الترحيب بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين براوين عما ضباب كثيف سماء أستراليا ليطمس أشهر معالم المدينة هاربور وفي أحياء أخرى في المدينة قلت كثافة الضباب بشكل كبير ليشكل ما يشبه سحبا منخفضة بسبب هبوط أو هبوبي عصفة مطيرة اشتركوا في القناة في ختم هذه النشرها لتفكير بهم العنوين السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي لاستعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد المحضر الاتحاد الأوروبي يدعو أطرف الصراع الليبي للموافقة على وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية وفيات كورونا حول العالم تتجاوز أربعمائة وثلاثة عشر ألف حالة وزعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لمزيد من التعاون للتعامل مع أي وباء مستقبلا لمزيد من التفاصيل زروا موقعنا على شبكة الأنترنت نعضة إيجي إلى اللقاء موسيقى